سباح الخير ازايكم النهاردة عايزة اجاوب على مشكلة اتبعتتلي من شاب لطيف خاطب وبعتلي بيقولي ان خاطبتي دايما تتريع علي ولما قلها ان الكلام ده بيدعيني تقولي دهزار انت مالكش في الهزار لدرجة ان هي بتتريع علي قدام ناس مشتركين بنا ووصلت نهاية دلوقتي بتتريع علي قدام ناس اغرب ووضوع التريع على الاخرين يمكن احنا عندنا في الاسلام السخرية من الاخرين احنا ما نسخرش من الاخرين ونتريع عليهم ونستهزئ بيهم والاسوأ كمان ان لما تبقى السخرية والاستهزاء كمان في وجودهم وبنحرجهم قدام ناس اخرى ودي بتبقى حرب بيسموها يعني يعني ما فيهاش عنف وسنيكي كده من تحت لتحت علشان الشخص اللي قدامنا تهتز ثقته بنفسه او علشان نبين ان احنا احسن من الاخرين ودي حاجة كلنا على فكرة بنعملها وكلنا بنقع فيها ولازم نتنبه لها لكن العلاقات العادية كوم هو العلاقات الزوجية او المخطوبين اللي حيتجوزوا اعتقد انها كوم تاني بمعنى ايه فيه مكون مهم جدا جدا لو اختفى من الزواج او من العلاقة اللي حتنتهي بزواج يبقى الموضوع كله مش مظبوط وهو الاحترام الحب والشوق واللهفة والرومانسية والكلام دوة ابس ان داونز بتروح وبتيجي بنشتغل عليها شوية تيجي يبقى فيه شوية نار شعوطة مش عارف ايه تبرد الامور شوية ترجع تاني ولكن الاحترام لازم يكون ثابت على طول الخط بل بالعكس دا ممكن يكون كمان يزيد الاحترام هو اللي بيخلي العلاقة علاقة انيقة الاحترام هو اللي ما بيخليش طرف يحس انه احسن من الطرف الاخر يمكن اكون انا بعرف ايكل بالشوكة والسكينة جوزي مش بيعرف ايكل بالشوكة والسكينة يمكن انا بتكلم بلهجة حضرية لهجة المدينة جوزي يكون بيتكلم بلهجة قرية مثلا ممكن اكون انا بعرف البس وزبط نفسي والكلام دا كله وبجوزي اذا انا مساعدتوش ان هو يوفق الالوان ويزبط الحاجات مع بعض ممكن ما يعرفش يلبس كويس ولكن طول الوقت لو مفيش احترام ساعتها بقى هحس ان انا احسن منه انا احسن منه عشان بعرف اتكلم بطريقة معينة انا احسن منه عشان بعرف ايكل بشكل معين انا احسن منه عشان بابايا كان بيشتغل شغلانة معينة انا احسن منه وتفر بقى السبب بقى ويبتدي الطرف الاخر يحس بعقد النقص ويطلع عقد النقص دي على الطرف الاولاني ويبقى اللي هي ال passive aggressive word دي الحاجة التانية يمكن كان شخص عزيز علي يا ربنا يرحمه يا رب ويغفر له بيقول لي ان الست مراية جزهة الست انعكاس لجزهة واهتمامه بيها واحترامه ليها والكلام دا انا بقى حاخد اللي هو قاله دا كمان خطوة وان كمان الراجل مراية مراته السعادة محتاجة طرفين او السعادة الزوجية محتاجة طرفين ماينفعش يبقى طرف تعيس في حياته والطرف التاني سعيد ومتروق والكلام دا كله دايما دايما بتكون ناس بتشتكي دا هو مش في دماغه دا هو مش عارف ايه لا هو كمان تعيس وبيطلع تعاسته دي بشكل وزي ما انت تعيسه وبتطلع تعاستك دي بشكل فالاحترام مكون اساسي لو العلاقة ما فيهاش هذا المكون الاساسي يبقى مش هتنفع بالزبط زي الخبزة زي العيش انا مليش في الخبيث بس طبعا هل تتخيلوا ان فيه عيش ينفع يتعامل من غير خميرة دا مكون اساسي لكن ممكن نعمل العيش وننسى نحط رشرة الملح مفيش مشكلة لكن فيه مكونات اساسية لو لو نقصد ما يبقاش عيش نفس الحكاية فيه مكونات اساسية في الحياة الزوجية سواء سعيدة ولا مش سعيدة مجرد بس ان هي تبقى حياة زوجية من اهمها او على رأسها الاحترام فيه نقطة تانية بقى كمان ان هذا الشخص وضح لهذه الخطيبة اكتر من مرة ان الكلام دا بيضايقه ان الكلام دا بيزعله ما شافتش ان هو مهرج قدام الناس حتى ولو احيانا ضحك ممكن احيانا لما بنهرج بنقد ندحك وندحك على نفسنا ونتاريق على نفسنا والكلام دا كله ولكن اذا ما كانش عندها العين الحصيفة ان هي تشوف مدى احراج خطبها قدام الناس اللي يعرفوهم او كمان قدام الاغراب دا معنى ان هي ايه مبتحسش بيه مبتشوفوش مبتعرفش تقرام طبعا القرار في النهاية قرار الشخص انا ما بقولش اي حاجة لكن حبيت ان انا اتكلم النهاردة على مكون الاحترام فيه حاجات بقى بتزعزع الاحترام من ضمنها الاستهزاء والسخرية والاستهزاء جاي مني يقولك انت راجل هذوق يعني راجل اي كلام حاجة كده مهلكش معنى فلما الشخص من جواه بيكون محترم نفسه ومحترم ذاته كل اللي حواليه بيتعاملوا معاى بهذا الاحترام علشان كده انا مثلا فيه مواقف وقفت فيها وقفت فيها وكان فيه ناس بتقول لي ما تمشي الامور طب مش مع جوزي الحمد لله مع ناس اخرى لكن لا لا ايه بقى عارفين دي بالضبط عاملة زي خطوات الشيطان الشيطان لما بيغوينا ما بيوقعناش في الغلط الكبير بياخدنا واحدة واحدة وخطوة خطوة برضو الشخص اللي ما بيحترمناش بيختبر ده شوية شوية تبص تلاقي حاجات صغيرة حاجات صغيرة خطوات صغيرة خطوات صغيرة كلمة من هنا فعل صغير حاجة بيني وبين هذا الشخص ما كانش فيه وجود شهود ومشيتها ولا ما مشيتهاش قلتها ولا ما قلتهاش وقفت وقفة ولا ما وقفتش سمحت بالفعل ده ولا ما سمحتش الاطراف اللي بتقعد تختبر بعضها واحنا على فكرة بنعمله في كل حاجة حتى في الشغل مثلا بيسموها البولايت دانس لما نيجي نجيب مثلا تيمز مع بعضها عشان تشتغل يبقى فيه البولايت دانس الاولانية كل واحد بيحافظ على التاني كل واحد مش عايز ينتقد فكرة التاني لغاية ما تنتهي المرحلة دية ونبتدي بقى ايه نعض في بعض كل واحد يقيم علاقاته مع الآخرين ويشوف مدى الاحترام انا بحترم الشخص اللي قدامي ولا لا انا شايف ان هذا الشخص كباكتجي كده على بعضه يستحق وجدير بالاحترام ولا لا ما تربطش حياتك وما تربطيش حياتك بشخص ما بيحترمكيش بيستهزق بيكي بيشوف الحاجات اللي ما بتعرفيش تعمليها ويتك عليها وده يمكن فكرني بموقف مش ما بين ازواج ولا حاجة كنا تعرفنا على شخص وعنده ابن قد ولادي وحبينا انعرف الشباب على بعض فولادي نزله مع الولد ده هو وصاحبه هيقعدوا على كفيت سنكحه وكده يعني هتقعدوا قد ايه قالوا ليه ساعتين تلاتة حنشوف بصيت لقيت بعد دي ممكن نص ساعة ساعة اللي ربع راجعين ايه ده ايه اللي رجعكوا بادي ايه لا 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 احنا مش هنصحبه اصلا ليه ده ولد مؤدب جدا ده كذا ده كذا ده كذا انا طبعا شايفا من وجهة نظري انا الولد جاي من بيت طيب وكويس وابو كويس ومامته كويسة وممكن يكون صديق كويس فقالوا لي يا ماما كان جاي بصاحبه معا وصاحبه ما بيعرفش انجليزي كويس طبعا انا ولادي بيعرفه انجليزي جدا يعني هو اللغة الاولى بتاعتهم العربي ده اللغة التانية وبيتكلموا من غير بدون اللي هي اللهجة المصرية يعني مثلا لما بجي اتكلم انجليزي بيطلع بلهجة مصرية اللي بيتكلم شامي بيطلع الانجليزي بلهجة شامية اللي بيتكلم كوري بيطلع الانجليزي بلهجة كورية وهكذا فقالوا لي كان جاي بصاحبه وصاحبه ما بيعرفش انجليزي كويس قوي فقعد قال لنا اقوله قدامه حاجات بالانجليزي وقعد يتريأ ويدحك عليه فانا في الاول قلت لهم يا اسحابه بيه هذر وقالولي لا يا ماما الولد التاني كان محرج واحنا قلنا له احنا مش عايزين احنا بالعكس احنا عايزين نتكلم عربي والعربي بتاعنا مكسر فاحنا عايزين نمارس العربي فبقى التريقة بقى ايه من ناحيتين يتريأ عليهم هم عشان العربي بتاعهم مش قوي قوي ويتريأ علي صاحبه عشان انجليزي بتاعه مش قوي قوي وهو اللي قاعد بقى ايه حاسس نفسه حاجة كبيرة في النص انا بعرف عربي كويس قوي وبعرف انجليزي كويس قوي فانا كده في النص احسن من ده واحسن من ده قرروا ان هم مش هيصاحبوا الولد ومن ضمن حاجة يعني اللي بيقولوه انه مش محترم صاحبه اللي هو صاحبه بقاله سنين هل ده هيحترمنا؟ واحنا لسه اصحاب جداد وبنتعرف على بعض بفطرتهم على رغم صغر سنهم قدركوا ان فيه component ناقص هنا فيه مكون ناقص هنا وهذا المكون هو الاحترام اللي طلع بشكل السخرية انه عايز يسخر من نواقص الناس التانية اللي هم مفروض انه هم صاحبه واللي هم مفروض انه هيبقوا صاحبه نقيم علاقاتنا ونشوف هذا الشخص بيحترمني بيظهر مظاهر الاحترام ازاي؟ هذا الشخص لا يحترمني طب بيطلع مظاهر اللا احترام ده ازاي؟ التاريقة بتبقى على ايه؟ الاستهزاء بيبقى من ايه؟ ويمكن ده حاجة كنت اتكلمت زمان عملت عملت فيديو قديم اسمه الجواز بطيخة مقفولة هو فعلا الجواز بطيخة مقفولة لكن بيبقى في بعض الاشارات عشان كده تلاقي مثلا البيع لو عايز يبيعلك فعلا بيعها حلوة يمسك البطيخة ويمسكها ويخبط عليها ويطبل عليها ويعرف محتواها من المية ومن الهوى والكلام ده كله ويسمع صوت التخبيط عشان يحكم على البطيخة زي كانت هتطلع حلوة ولا لأ ومع ذلك برضو مش مضمون انه ممكن برضو يدينا بطيخة مش حلوة واحنا نخدع مكون كبير جدا جدا من ضمن مكونات التوافق هو التوافق الاجتماعي فيه مستوى مادي وفيه مستوى ثقافي وفيه مستوى اجتماعي احنا مش شرط نكون في الثلاث مستويات دي عاليين احنا ممكن نكون عيلة معانا فلوس لكن في المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي اقل شوية ممكن نكون عيلة معاناش فلوس كتير لكن في المستوى الثقافي والاجتماعي عاليين ممكن نكون في المستوى الثقافي عاليين جدا جدا لكن في المستوى الاجتماعي والمستوى المادي نزلين شوية وهكذا لما بيحصل خلل في أحد المستويات دي بين الأسرتين شوفوا هنا أنا بقول الشخصين أنا بقول الأسرتين بيبقى في بعض المشاكل اسرة بتتكلم بطريقة معينة بتستخدم الفاظ الاسرة التانية شايفاها انها حاجة صعبة قوي الاسرة دي بيتعاملوا بشكل معين وليهم تقوص معينة في حياتهم في مساواة مثلا بين الراجل والسته وبيتعاملوا مع بعض بشكل معين الاسرة دي تشوف ايه ده الراجل ده وخيبان ومراتهم ماشية مع ان ممكن ما يكونش كده ولا حاجة يكونوا هما الاتنين بيتعاملوا بان انا الالفا ميل وانتي الالفا في ميل فاحنا ده القصية بتاعنا واحنا الاتنين بنعرعها سوا لكن الاسرة التانية تترجم ده لشكل مش صح لما نشوف الفوارق دي ونقارن الفوارق دي ونشوف الاختلافات دي هنقدر نشوف يعني نستبصر المستقبل ممكن يكون ازاي والمشاكل اللي هتحصل بنا ممكن تكون ايه نوعية ده طبعا الشاب ده انا ما نصحتوش اذا كان يستمر في الخطوبة ولا ما يستمرش ده قراره في النهاية وانا اللي نصحتو انه يقيم المواقف دي وتكرارها ومدى استجابة الطرف الاخر لما قال لها ان الحاجات دي بتدايقني انا لما اعرف ان في حاجة بتدايق الشخص الاخر وابطل عاملها ده نوع من الاحترام للشخص الاخر والحب والتقدير لما اعرف ان في حاجات بتدايق الشخص الاخر واصر اني اعملها لأ ده انا بقى عايزة يدايقك بقى او انا مش مهتم بزعلك او مدايقتك مش مهمة بالنسبة لي لازم يكون فيه وقفة ولازم يكون فيه مصرحة لان خدوا بالكم ان بعض السلوكيات حتى لو الطرف اللي قدامنا وعد انه هيبطلها هتظهر تاني علشان كده انا دايما انصح ما تقبلش شخص على عيب انت مش هتقدر تتعايش معاه على امل انه هيتغير ودي انا شفتها مع بنات كتير جدا 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 تاخد شخص وتقول لأ اصلا انا هغيره لأ يا حبيبتي بكررها لك عشرونية الف مرة مش هيتغير لان لازم التغييد يكون نابع من جواه اذا هو ما خدش القرار انه عايز يتغير ويغير الخصلة دي فيه والله لو اعملت نفسك زرع بصل مش هيتغير الاحترام مهم جدا جدا ويمكن يكون اهم من امور تانية لان الامور التانية ممكن نحاول ان احنا نعالجها ندخلها نزودها الكلام ده كله لكن الاحترام طالما فقد في العلاقة فهي علاقة عرجاء صماء خرساء هبلاء كل حاجة ده كلامي كان ليكم الصبح يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتركوا في القناة ويفعلوا زر التنبيهات علشان يجيلكم تنبيهات بالفيديوهات اللي انا بعملها انا هحط بعض الفيديوهات التانية اللي هي ذات علاقة او بتكلم فيها على موضوع مشابه في موضوع الفيديو على اساس ان انتوا تشوفوها لانها بتكون بتكمل الصورة والكلام كله بيساند بعضه اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة